بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هنكمل كورس مايكروسوفت وورد بالتحدث عن الجداول أحياناً بنحتاج إدراك جداول ضمن مستنداتنا ويمكن من خلال الجداول ترتيب عرض البيانات وبيمكننا برنامج الورد من إنشاء جداول بطريقة سهلة ويتكون أي جدول من صفوف وأعمدة ولإدراك جدول ضمن أي مستند يجب وضع المؤشر في المكان المراد إضافة الجدول فيه وبالذهاب إلى تبويب insert أو إدراك بنضغط على جدول أو تابل وسحب مؤشر الفقرة أفوكياً لاختيار عدد الأعمدة أو عمودياً لاختيار عدد السفوف فهنختار مثلاً جدول بالطريقة دي لو عاوزين نضيف جدول بطريقة أضاك من الطريقة دي بنذهب بمؤشر الفقرة مثلاً إلى المكان اللي احنا عاوزين نجيب فيه برضو ومسلاً هنا وبنذهب إلى وعن طريق سهل بننزل تحت اختيار وبيزهر لنا القائمة اللي قدامنا وبتقول لك فإحنا ممكن نختار عدد السفوف والأعمدة من هنا مسلاً هنا تنين واتنين برضو زي نفس الفكرة لفوق وهنضغط أوكي حينلاقي ان هو ضف لنا عدد صفين وعدد عمودين طبعاً ممكن إدراج البيانات مباشرةً بالجدول بالضغط داخل أي خلية ونكتب مسلاً اسم الطالب زي ما احنا كدبين كده مسلاً ونكتب مسلاً علي ونكتب مسلاً الكورس نكتب مسلاً ميكسوفت بورد كده كتبنا داخل الجدول وطبعاً لتعديل النص بالرجوع للنص بنرجع للنص وبنحدده أو نقف عنده ونبتدي نعدل بنمسح نكتب من أول وجهيد أو نكتب اسم تاني أو غيره هنتكلم عن إدراج وحسف الصفوف وتحديد الصفوف والخلايا والجدول عموماً كيفية تحديد أو إدراج أو حسف الصفوف أو الخلايا أو الأعمدة أو الجدول هنتكلم مسلاً ان لتحديد الثلية يجب النقر سلاس مرات داخل الثلية لتحديد الثلية كما بالشكل وطبعاً وتحديد الثلية مختلف عن تحديد نص الثلية على الكلمة وبالضغط اتنين كليك على الكلمة بيتم تحديد الكلمة وطبعاً لتحديد الخلية للطريقة تانية بنضع مؤشر الفقرة داخل الخلية وبنروح لتخطيط وبنختار تحديد أو سليك وسليك تسيل أو إن أنا أحدد الخلية اختار تعمل تحديد الخلية أما لو أردنا تحديد عمود في الجدول نضع مؤشر الفقرة على حد الجدول من الأعلى أو من العمود من الأعلى وبندغط عليه لغاية المؤشر بتاع الفقرة بيبقى بالشكل اللي احنا شايفينه دوت أول ما بيعمل سهم الأسفل كلا زغيرة بتعمل بندغط عليه بيقوم بتحديد العمود وممكن أحدد داخل أي خلية في العمود وبالذهاب عن طريق تخطيط أو وضغط على تحديد عمود ولتحديد صف بندغط بسهم الفقرة من الهامش بجانب الصف اللي احنا عاوزين نحدده وبندغط المؤشر بيحدد لنا الصف اللي احنا وقفين طبعا احنا لاحزنا قبل ما ندوس كان المؤشر كان زي ما احنا شايفين كده بالشكل ده وممكن نحدد داخل أي خلية من ضمن الصف وبالذهاب إلى اختار بيختالي صف ودي طريقة تانية لاختيار أو تحديد صف في الجدول أما لو حابب أن أنا أحدد الجدول كله فهنقوم بسحب مؤشر فقرة طريقة دي على الجدول كله يقوم بتحديد الجدول أو بالضغط على أي خلية واختيار اللي اكتبه لحدد لبردو الجدول دي طريقتين لتحديد الجدول طيب أنا عاوز أضيف صف صف تاني أو عمود في حالة أن أنا عاوز أضيف عمود مثلا يمين العمود اللي أنا مسلا وقف عنده دوت مسلا أو يسار العمود فمسلا بحدد العمود اللي احنا وقفين عليه وبالذهاب إلى هنا في لو أنا عاوز العمود اللي أنا عاوزه دوت يمين العمود اللي أنا محدده أختار لو اخترته أو أسفل طبعا احنا عاوزين مثلا هنحدد مثلا العمود التاني دوت مثلا وهنضيف مثلا insert lift يسار عمود يسار العمود اللي احنا محددينه هاو زي ما احنا شايفين ضف لنا عمود بجانب العمود اللي احنا كنا محددينه بيسار من ناحية اليسار لو انا حابب اننا اضيف من ناحية اليمين ادوس insert احنا محدد الوقت دوت هحدد اللي انا كنت محدده برضو هضغط على insert right جاب لنا عمود قبله يمين طيب لو عاوزين نفس العمود نفس العمود اهو اللي كنا محددين وهنقول بلو يعني اسفل اهو جاب لي عمود بسفوفه طبعا بسفوفه طبعا هنرجع تاني وندي هندوس تراجع زي ما تعلمنا هنقول مسلا هنا الوقت او الطريق مسلا سبعة وعشر خمسة فيين اتنين وعشرين طبعا احنا خلاص كده ابنا اهو بكده احنا عرفنا ازاي نضيف عمود او صف وعرفنا ازاي ندخل اصلا جدول وعرفنا ازاي نعدل داخل النص دلوقت هنتكلم عن ازاي نحزف عمود او صف نحدد برضو العمود اللي احنا عاوزينه يعني مسلا هنا احنا العمود دوت حددناه زي ما احنا شايفين كده وبندغط على الجدول او كده كده هزفل العمود نرجع تراجع هنحدد صف مرة دي بقى لو عاوزين نحن نحزف صف هنحدد صف وهندوس على عزفل الصف تراجع تاني طيب احنا هنحدد الجدول كله وهندغط على دي تابل الجدول كله هزفلي الجدول اللي احنا بفناه كله وبكده بعرفنا ازاي بنضيف جدول وبنحدد الخلايا وبنحدد العمودة وبنحدد الصفوف وعرفنا ازاي بنحزف الصفوف وعرفنا ازاي بنحزف العمودة وعرفنا ازاي بنحزف الجدول وبكده بعد ما تعلمنا تحديد الجدول او اي جزء منه بقى سهل لتطبيق اي تنسيق عليه او على محتوياته من خيارات وتعتبر الحدود والتزليل طبعا او تغيير ارتفاع الصفوف وعرض الاعمدة بما يتناسب بمحتوياته بداية تحديد العمود. يعنى مثلا بنحدد العمود وبنزهب الى تخطيط اي اوت. نختار مثلا العمود دوت. المditعون لها هنا. ونزهب الى تخطيط ونجي هنا عند عرض العمود. بنقلد منه زي ما احنا عاوزين. وبنزود زي ما احنا عاوزين بالعد المناسب اللي احنا عاوزين نزوده. وبنفس الفكرة لو عاوزين انحدد مثلا. عاوزين نحدد مثلا صف زي الصف دوت بنزود عرض ارتفاع الصف والنقصه بنزوده كده والنقصه زي ما احنا شايفين يبقى بكده احنا بنعرف نزود نضيف على عرض العمود وعلى ارتفاع الصف عن طريق من هنا في طريقة تانية لتوسيع او اضافة مسافة للعرض العمود غير الطريقة اللي احنا تعلمناها ان احنا بمؤشر الفقرة بنقف على الحد بين العمودين زي كده وبعمل كده باخد المؤشر يمين معي وانا ضغط او يمين او يسار هكزا اقدر اعمل المسافة اللي انا عاوزها او العرض اللي انا عاوزه نفس الكلام برضو بالنسبة لارتفاع الصف بضغط على الحد اللي بين صف وصف وبضغط وبسحب الاسفل او الاعلى كده بخلي ارتفاع الصف زي ما انا عاوز طريقة يدوية من هنا وبكده بعرفنا ازاي نضيف مسافة او نوسع عرض العمود او ارتفاع الصف هنجد برضو في تنسيقات جاهزة ضمن برنامج الهورب عن طريق تصميم او ديزاين بنلاقي ان هو حطط لنا تصميمات للجداول احنا ممكن نختار ما بينها زي كده كتيرا شكلها رائع بصراحة موقع تنفع لجميع الاستجدامات تمام يعني مثلا احنا هنختار مثلا الجدول ده وصو شكل الجدول جميل ازاي بسهولة جدا اختار لي بدون اي مجهود مني اختار لي الشكل على طول الجدول هنرجع ترابع نختار مثلا ساعات بنحتاج ان احنا نحدد الاطار للجدول او اطار الثلية او اطار العمود او اطار الصف هنعرف عن طريق تحديد في اي مكان في الجدول ومثلا بنحدد الثلية هنا حددنا الثلية بنذهب الى زي ما احنا كده محددين وبنذهب لتصميم او ديزاين لايكونة بوردر عن طريق ديزاين نذهب لايكونة بوردر بنختار تحديد دميع النواحي او نفس الطريقة احنا ممكن نختار ان ما يكونش في حدود اصلا اهو طاضي لو دوسنا هنا بوردر طيب احنا هنالليها زي ما هي طيب احنا عاوزين نحدد او نضيف مسلا للصف بوردر ممكن بالزهاب الى بوردرز عند شيدنج بجلنا الشكل دوت انا ممكن اختار على طول كده اختار مثلا ديت اهي اختار نوع الخط مسلا الشكل ده مسلا خطين او عن طريق النقاط او كده مثلا هختار طريقة ديت اوكي جابلي بالطريقة ديت هنتراجع هنختار مثلا بوردرز الطريقة دي اختار كده اوكي كده اختارنا جميع النواحي للصف ممكن العمود بنفس الطريقة نختار كده يعني كده نروح مثلا اهو وعشان كده كده اصلا الجدول حدوده متحددة فاحنا ممكن بس شان نباين الفكرة نغير بس شكل الخط نعمل كده مثلا فهو كده غير لي حد العمود هنتراجع مثلا هنقول نحدد الجدول كله وهنروح لبوردرز كطار من هنا مثلا تغيير نواحفات مثلا كده وهو لكل الحدود داخلية والثارجية طيب هنتراجع كم يشوف الفرق وهنروح لبوردرز التانية ونفطار مثلا ان هي تبقى كده الحدود الثارجية هي بس اللي تبقى تبقى كده مثلا اهو كطار كده مثلا كده اهو طيب هنتراجع عاوزين مثلا عدل الجدول كده مثلا وهنروح لبوردر وهنختار مثلا كده ونختار خط مثلا كده ونختار السمك التاعه مثلا يبقى شوية عاوزين نلون الثالفية العدثيلية لثلاية فحنروح عند syarling نختار الون الي احنا عاوزينه مثلا تحاليع التريقة دية طبعا عشان نلونbar الحدود هندوس علي بوردرز بوردرز طبعا احنا اختار لا منفيجو عند pare وبناختار مثلا ال بعدهم مثلا مثلا كده نجد لون بدريiat كده بالطريق دية او ممكن اغيروه مثلا للون light اوة هنختار مثلا الغرفARS ال innovation طبعا. الSheiling بنختار مثلا لون تاني مثلا لون لابني مثلا كاسي كزا ان اخترنا ده. طبعا كده احنا اخترنا عرفنا ازاي بنلون الخلفية للحهاية العواميد والسفوف والحدود لكل حاجة. يعني مثلا انا عاوز العمود ده الوحده بلون تاني طبعا هدد العمود دوت وورح لB تاني منفصل عن لون دوت مسلا اقطار لون اغدر مسلا اهو كده لا ان ده بقى لون اغدر وده الباقي مرتقاني زي ما احنا شايفين انا اقدر هتحكم في المكان او الحاجة اللي انا عاوزها طيب عاوزين مسلا هنرجع تاني باك عاوزين الالية دي فقط اللي ليها شكل او لون معين كده طريق بوردرز انشيلنجون اقطار مسلا الاطار بتاعها يبقى مسلا باللون الاخدر مسلا كده هو الوحيد اللي باللون الاخدر يعني على سبيل المسال يعني بعد ان تعرفنا على الجداول في ميكروسوفت وورد هتكلم عن ادراج الصور والاشكال الرسومية في المستندات زي ما بنحتاج للجداول في مستنداتنا تعتبر الصور ضروري جدا وجودها من ضمن المستند ممكن نستخدمها بشكل عام من اجل توضيح فكرة فقرة معينة فقرة مهمة في المستند وساعات بنستخدمها كعنصر تزيين لزيادة جذب الانتباه يتيح لنا برنامج ميكروسوفت وورد امكانية ادراج الصور من مختلف المصادر والانواع ازي يمكن استجدام الصور الموجودة على جهاز الحسوب او البحث عن طريق الانترنت وادراج الصور بشكل مباشر دون الحاجة لحفظها وهنتعلم دلوقتي نعمل كده بداية يجب مسلا تحديد بالمؤشر المكان اللي انا عاوز ادرك في الصورة مسلا هنقول مسلا هنا كده مسلا هنا هنقول بين الفقرتين مسلا هنا هنيجي على ونختار او صور عشان ندخل من الجهاز طبعا احنا عندنا ملف مسلا العمل اللي شغالين عليه مسلا هنا ملف وورد اختار الصورة ديت اخترناها ودوسنا اوكي ضف لنا الصورة قدم المستند هنشوف ازاي ندرج صورة عن طريق الانترنت هنمسلا هندوس على اختار مسلا في البحث هنا مسلا لو افترضنا مسلا عن شيء لعلاقة بالرياضة وهندوس بحث هيجيب لنا سور كتير اللي هلاقة بالرياضة هنختار مسلا ديت اختار من ويندوس على هيدف لصورة دي بقى المستند يبقى احنا كده عارفنا ازاي نضيف من جهاز الكمبيوتر الصورة ومن عن طريق الانترنت عندنا برضو احنا ساعات بنحتاج نضيف شكل من الاشكال الرسومية وعشان نضيف شكل من الاشكال الرسومية عن طريق بنيجي على وبنختار الشكل اللي احنا محتاجينه اشكال كتير ممكن وبالحجم اللي احنا عاوزينه ممكن نعملوه. يعني مسلا انا عاوز اعمل الشكل مسلا دوت. الشكل دوت. فقطرته وبنزل وبعمل كده. مسلا حجم اللي عاوزه. اهو. اعمل لي الشكل بالحجم اللي انا عملته. تمام? واقدر لما تكون العلامة عاملة كده على المؤشر. بتاع الموز. بقدر احركه في المكان اللي انا عاوزه. هنا هنا. تمام? نقدر نضيف اي اشكال تاني ممكن اهو. في اشكال تاني كتير جدا جدا. اهو. حسب احتياجنا وحسب الشغل اللي احنا عاوزين نضيف ليه الشكل. اهو. قلب مسلا اهو. اهو قلب. ممكن غير لونه من هنا. مسلا اهو. كده مسلا اهو. اوكي مسلا ونصير ونكبر من هنا. اهو. من الحد في الزاوية هنا. المؤشر بطلط عليه. وصير اهو. ونكبروه. كده مسلا. وكده عرفنا ازاي ندرج الصورة وعن طريق جهاز الكمبيوتر بتاعنا وعن طريق الانترنت. وعرفنا ازاي ندرج شكل من الاشكال الرسومية. بعد ما تعرفنا على كيفية ادراج الصور والاشكال الرسومية. دلوقتي هنتعرف على حجمها وموضوعها ضمن المستند قبل القيام باي شيء على اي كائن رسومي يجد تحديد اولا او لتحديد الصورة. وبشكل بيكون بشكل سهل جدا فقط بالنقر على الصورة بيتم تحددها. وبيظهر على اطار الصورة مقابل ممكن من ثلال اي مقبض منها من اي زاوية تكبير الصورة او تصغيرها حسب المكان اللي انا عاوز اكبر منه الصورة. هنلاحظوا احنا تكون بتكبير وتصغير الصورة ان الارتفاع والعرض بيكبروا مع بعض وبينقصوا مع بعض. لو اردنا تغيير ارتفاع وعرض الصورة بعرض وارتفاع سبتين. ننتقل الى بعد تحديد الصورة. ننتقل الى تنسيق او فورمات تفويض ماك. المجموعة يعني حجم بنختار مسلا في حالة الارتفاع مسلا عاوزين نتكبر الارتفاع الصورة بطريقة بيت. العرض عاوزين نزود العرض للعرض بالطريقة بيت. هنلاحظ ان احنا لما بنزود العرض الارتفاع بيزيد مع النسبة سبتة بين الارتفاع والعرض لكي يحافظ الشكل او الصورة على عدها. لكن في حال تجنل تغيير فقط طوله او عرضه يعني النسبة مش عاوز تكون مفعلة. من طريق مجموعة ادوية ايز او حجم مربع الحوار. بنختار هنا من في العلامة السابقة من عليها. وندوس او كي. او كده لو احنا عاوزين نزود الارتفاع نزود اهو الارتفاع ما بيزيدش معنا العرض. عاوز زود العرض. زود العرض ما بيزيدش معي الارتفاع. كده انا لغيت التحديد ان هو يكون سابت متنصف معا. اه عاوز ارجعها تاني عن طريق مربع. اختار ودوس اوكي. كده. انا لو كيت اغرية الحاج لقيها زي ما كانت. تزيد نسبة الارتفاع مع الطول. طيب لو اه بعد كده نرجع نعمل التراضع. لو عاوزين بقى نعمل نزود او نقل الصورة فهنلاقيها الموضوع هيكون بسهولة جدا. بنفس تطبيق نزود خطوات نزود ونقل النصوص كما طرحنا في فيديو سابق. هندغط على او نحدد الصورة وندغط عليها. وندغط على وبعد كده. بنختار حالة ان احنا حتاجنا نقل الصورة للمكانها. او لو عاوز انسكتورة وتفضل في مكانها وناخدها نسكة منها ونوديها في مكان تاني هنعمل نسخ مسلا. وهنضح مسلا اكثر لمستند كده هنا. وندوس على وندوس على بكتر فهنقل لنا الصورة هنا. نفس الفكرة لو عاوزين نعمل نقل الصورة هندوس على قط ونقل صورة لمكان تاني في نفس المستند او مستند. وبكده احنا احنا اتعلمنا ازاي ندرك صورة في مستند ورد وازاي نغير حجمه وازاي نقوم بناء صورة من مكان الى اخر. هنتكلم دلوقتي عن دمج المراسلات. قليل مننا بيستخدم هزيه الميزة اللي توفرها برنامج الورد. وحتى ندمج ملفات ملفين مستند وجدول ضمنه مستند واحد. يعني لما يكون عندي مسلا رسالة او شهادة وعاوز ارسله الاشخاص اوجهات متعددة مثل اتباعة شهادة لجميع الطلاب مسلا. ده بيتشابه في النص وبيختلف في اسم الطالب وعلمته مسلا او دركته. بنسمي مسلا الرسالة الاصلية هي المستند الرئيس في حين يطلق على الملف تاني. هو ملف المعلومات الخاصة بالاشخاص. داتة البيانات اللي انا عاوز لك فلا. او الاشخاص مسلا لذينها سيتم ارسال مسلا للملف مصدر البيانات لهم. وتستطيع ان تنشيء هزيه او هزين الملفين اسناء دمج المرسلات او قبل البدء بهم. ملف مصدر البيانات اللي فيه بيانات اشخاص عاوزين نرسل لهم الرسالة. عبارة عن جدول يمكن انشاءه باستخدام برنامج الورد او الاكسل او حتى قواعد البيانات. في المسال بتاع النهاردة هننشئ مصدر بيانات عن طريق الورد وندرج جدول كما تعلمنا من قد ثم تخزين المستند وهنا انشاء جدول بالفعل في اسم الطالب الدرجة التاريخ التوقيع المقدم. انا كده عملت الجدول. هحفظه. اقوم بالحفظ واقوم بالاغلاق. اغلقت خلاص ملف. وبكده مسلا انا حضرت بيانات الطلاب اللي انا عاوز احضر لهم شهادة. بعد كده بنفتح ملف ونبدأ نكتب فيه بيانات انا عاوز ابعادها وفيها نصر رسالة او الشهادة. وحتى نطبق عليها دمج المرسلات. كده عندنا مصدر البيانات موجود. والشهادة عندنا نموذج محضور لشهادة جهزة. دلوقتي هنقوم بخطوات دمج المرسلات. هنتقل الى تبويب ميلينج او مرسلات. وهنتقل لدمج المرسلات من هنا. واضغط. طبعا فيه كزا اختيار. فيه كزا حاجة. انا هختار رسائل او الكطوة التانية. هختار القائمة للطلاب. مصدر بيانات طبعا. الملف اللي احنا خذناه اللي فيه الجدول اللي فيه اسم الطلاب وبراجاتهم. هندوس على اسلة هنا. وهنختار وبالضخف نختار الملف اللي احنا محدرينه جدول الطلبة. كده احنا اخترنا الجدول او الملف اللي فيه الجدول. بعد كده هنتأكد ان القائمة موجودة عن طريق هنلاقي ان القائمة او الجدول ضفففل في الأسماء طلاب ودرجاتهم. هنتقلت على اوكيه. وبعد كده متدي نحرر مثلا هنا اسم الطالب. سحدد اسم الطالب مثلا وهختار ادراج. هنا تحقل مسلا اسم الطالب اسم الطالب من الجدول وهنختار كلمة الدرجة وهنختار ادراج الدرجة علشان الدرجات تتحطي هنا وهنختار من التاريخ برضو insert merge fill تاريخ ادراج توقيع المقدم هنختار هزي نحد على الكلمة بالزبش اكتر هنختار كده توقيع المقدم كده احنا حررنا وعملنا ادراج من الجدول بالاسم اللي موجود في الشهادة بالطريقة اللي احنا كيفينها كده. بعد كده هننتقل لمعاينة النتائج. هنختار هنا وبكده هنلاقي ان خلاص الاسامي التاعي اول البيانات اللي موجودة في الجدول انتقلت مباشرة لشهادة. وهنلاقي ان هنا ممكن نتنقل كل شهادة لكل طالب. والتاني يعني دي اول شهادة علي احمد اه وزلك لحصوله على درجة ستين مع تمانياتنا بزيد من المجاح. هنلاقي التاريخ موجود مكانه مايو الفين واثنين وعشرين. هنلاقي التوقيع علي. ده اللي انا لسه عامله. عندنا هنا هو جلال محمد وزلك لحصوله على كزا. هتلاقي خمسة وعين هي نفس اللي موجود في الجدول بالضبط. تلاتة اربعة نفس البيانات اللي انا عاوزها باقي. دي الخطوة اللي بعد كده. بالمعاينة احنا كده نقلنا داتة بتاع مصدر البيانات او الرسالة. طيب احنا هنا الخطوة الاخيرة هنختار انهاء الدم او فنش ميرايز. هندوس هنا عليها في اديت انفيديوال ديكومنتس ديكومنتس. وفي عندنا اطباعة المستندات. احنا طبعا هنختار اديت انفيديوال ديكومنتس. هنلاقي قبلنا القيمة ديت احنا ممكن نختار مسلا عاوزين شهادة معينة ولا عاوزين كل الشهادات مسلا عشان نظهر شهادة معينة مسلا واختار من ضمن. انا هاختار مسلا وادوس اوكي. كده انا هعمال لي حافظ لي شهادات كلها بالترتيب تحت بعض بالاسامي اللي موجودة في الجدول. وكده احنا اه دمجنا شهادة على مصدر البيانات. هنحفظ الملف تحتبان مسلا اسم دم المرسلات ايه? ونحفظه عن طريق طريق الفيديو اللي ضعف. هنحفظه مسلا هنا في الدسكروب في الملاقع كورسورل خلاص احفظناك.